فرانس 24 ومونتي كارلو الدولية تقدمان الأسبوع الاقتصادي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي على قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية هي قمة من نوع جديد مخصصة للشباب في أفريقيا وفرنسا يحضرها المئات من الشبات والشبان العاملين في مجالات مختلفة ومن بينهم العديد من المقاولين نساء والرجال قاموا بتحويل فكرة إلى مشروع اقتصادي ثم إلى شركة ومعنا في الجزء الأول من هذه الحلقة مقاول في التكنولوجيات الزراعية والبيئية ومؤسس شركة سويت أنت انشأت هذه الشركة الناشئة سويت لاستجابة إلى حاجات السوق ربما لاستجابة إلى حاجات المزارعين في المغرب وفي دول إفريقية أخرى أخبرنا عن ذلك تماما هي ليست فكرة أتت فجأة ذات يوم بل تجربة مصار لشركة سويت وهذا المصار هو مصار عملي على أرض الميدان في عدة دول إفريقية عندما اشتغلنا من خلال الدكاء الاصطناعي ومن خلال الأقمار الاصطناعية لتوفير معلومات أدوات دعم قرار تمكن المزارعين المؤسسات المالية أو المؤسسات برفع المرضوضية وانخفاض التكلفة وهذا المصار هو مصار شخصي لأنني اشتغلت في الماضي عدة سنوات في توفير وتسويق طائرات بدون طيار في القطاع الزراعي في القرى الإفريقية وفي أكثر من عشرين دولة ولكن أيضا مصار شريكي حمزة بن دحو الذي شغل من قبل في شركة أيربوس وأيضا شغل في شركة تأمين لتطوير تطبيقات تعتمد على الأقمار الاصطناعية لتوفير منتوجات خاصة للقرى الإفريقية ولتأمين القطاع الزراعي وهذا مصار والتقاءات وصعوبات وتحديات ونحن عيشنا هذه التحديات على أرض الميدان وعيشنا حاجة المزارع الإفريقي في الحصول على معلومات دقيقة تمكنه من معرفة المواد الكيميائية الموجودة في السمد على سبيل المثال أو معرفة ما هي الكمية التي سوف ينتج في آخر المطأ الاستجابة لحاجة السوق في وجه تقلبات ربما الحصاد من سنة إلى أخرى تماماً القرى الإفريقية تستورد أكثر من 50 مليار دولار من المواد الغذائية ونحن نرفض هذه الوضعية ويجب ارتفاع بطريقة مستدامة هذه الانتاجية ونحن نشتغل يومياً لتوفير المعلومات التي تمكن هذا التطور بالنسبة لك حمزة الرخاء شامل أيضاً واجهتم صعوبات ربما في إيجاد التمويل في أقناع ربما المستثمرين بإعطائكم المال الحقيقة هي أن سويت لم تجد صعوبات بل تحديات ولهذا اليوم تعتبر السيولة والسوق عالمي دولي وصييت لها مكاتب في سنغال في داكار في تونس في المغرب في فرنسا ونحن اشتغلنا مع صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة وفي فرنسا وأيضاً في شمال إفريقيا كيف يمكن إقناع هذه صناديق الاستثمار؟ يعني تأتي مع فكرة وكيف تحصل على المال؟ أنا أظن جزماً أن لا تأتي مع فكرة تأتي مع نجاح في السوق تأتي مع تلاء بين منتوج وصوق ومع زبائن أو شركات يمكنها أن تقول أن المنتوج له إضافة في السوق وعلى سبيل المثال في سويت أتينا والتقينا بصناديق الاستثمار مع زبائننا لكي تتفاهم ولكي تفهم صناديق الاستثمار ما هو منتوج سويت ما هي رؤية سويت وهذا مهم للتعارف على البعض وأيضاً ما هم الزبائن وما هي القيمة الإضافية التي تقوم بها سويت اليوم في السوق وهذه الوسيلة هي عملية تطبيقية ولها نتائج أكبر من تفسير فكرة وهذا يكون صعب مع الصناديق الاستثمار أيضاً من نسبة إليكم كانت من طبيعي حمزة الشهام البداية بالسوق الإفريقية منذ بداية المشروع لأنك كانت لديك ربما خبرة هناك في هذه المشروع تماماً نحن بدأنا بسوق إفريقي في القارة دول إتيوبية تونس المغرب سينغال على سبيل المثال أيضاً سودان لأننا أردنا أن نبني شركة ناشئة بتقافة عالمية بتقافة العولمة وبتقافة تمكننا من منح هذه المعلومات التي تحسن الإنتاجية في جميع الدول وفي جميع المناطق التي يمكن أن تستفيد منها ولهذا المواهب التي تضم اليوم سويد هي مواهب تأتي من أوروبا من إتيوبية من سينغال من طوغو من المغرب وهذه التقافة المهمة عندنا نحن لأن التطور سوف يأتي من القارة كافة وليس من منطقة من القارة تحدثت عن المواهب هل كان من الصعب إيجاد هذه المواهب والتوظيف يعني يد عاملة في سويد لتطوير الشركة عندما تحاول شركة ناشئة تنشأ ربما ثم هي تحتاج للتطور وتريد التوظيف هل صعوبة في ذلك؟ نعم اليوم يجد مصابقة تنافسية للعطر على المواهب على الصعيد العالمي ونحن نعيش هذه التنافسية وهذه المصابقة وخاصة المواهب التي يتلتزم بالرؤية وهي رؤية رفض أن القارة الإفريقية التي يمكنها أن تطعم العالم تستوريد أكثر من 50 مليار دولار من المواهب الغذائية وهذه المواهب اليوم يجب تطوير المكاتب في الدول التي نحن نشغل فيها ولكن أيضا يجب تطوير رؤيتنا وتطوير علاقتنا بالمدارس بالكليات لكي نوفر لها فرص وهي فرص تمكنها من التزام بهذه الرؤية وهي رؤية إفريقيا لإفريقيا لكي نطور جميعا هذه العلم أمر مهم أيضا وسنتحدث عنه في الجزء الثاني الأمر المشترك بين كل هذه المشاريع التي قمتم بإنشاهها يكمن ربما في فكرة احترام البيئة التقليل من التلويت هل برأيكم اليوم كل الشركات ناشئة لابد أن تنظر إلى أثار نشاطها على البيئة؟ صحيح اليوم يجب أن تنظر إلى هذا لأن هذا ما نط بالمواهب وبإرادتهم في تغيير هذا العالم الذي نعيش فيه وبتغيير من خلال الالتزام لشركة ناشئة ولكن أيضا لأن اليوم على سبيل المثال في القطع الزراعي لا نجد الماء الكافي لعدة زراعات كالحوامد على سبيل المثال في تونس أو المغرب ويجب من تقليص استعمال هذه الموارد الطبيعية أولا ثانيا من استعمال الموارد الكيميائية والمنتوجات الكيميائية بصفة معقلنة لأننا نستورد هذه الموارد ونصدر المنتوجات ولكن يجب أن ننتج هذه المنتوجات بطريقة معقلنة وغير استعمال هذه المنتوجات كثيرا وأخيرا اليوم في مجال الزراعة في جميع الدول الأفريقية القارة تواجه تحديات وهو التحدي الغذائي والتحدي البيئي في نفس الوقت ولهذا يجب توفير معلومات أدوات دعم القرار سوف تساعد المزارعين ولكن أيضا المؤسسات المالية والمؤسسات والسلطات لكي يتم هذا التحدي بصفة معقلنة وبصفة تفيد المزارع الأفريقي الذي هو اليوم يواجه كثير من التحديات والصعوبات على الصعيد الإفريقي بل أيضا على الصعيد العالمي اليوم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوع الاقتصادي شكر خاص لكل ضيفاتي وضيوفي اليوم ولكل من ساهم في أعداد هذه الحلقة وبشكل خاص أماني سمارة وبلال يدك ترقبوا حلقة جديدة الأسبوع المقبل إلى اللقاء الأسبوع الاقتصادي